أوضحنا منذ البداية أننا سنعيد ضبط علاقاتنا مع السعودية كما تعلمون نظير الرئيس بايدن هو الملك سلمان وأتوقع أنه في الوقت المناسب سيجري اتصالاً معه ليس لدي توقيت محدد لذلك وأن تفهم احتياجات السعودية للدفاع عن نفسها والولايات المتحدة ستعمل مع السعوديين على هذا الأمر وقد أوضحنا نقاط الاختلاف ومكامن قلقنا وهذا بالتأكيد نهج يختلف عن نهج الإدارة السابقة